السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا رب تكونوا بخير وفاصل الحال ان شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن فرصة ممتازة جدا جدا الفرصة دي عبارة عن فرصة التطوع في رومانيا الفرصة دي مقدمة من منصمة الشباب الأوروبي هدفها أنها تساعد جميع الأشخاص من جميع الحال العالم سواء طلاب أو خرجين سواء أنت بتشتغل أو ما بتشتغلش المؤسسة دي بتساعدك على التطوع فيها المؤسسة دي بتوفر ايه مميزات أو فرصة التطوع دي بتوفر مميزات ايه الفرصة دي بتوفر مميزات عديدة جدا زي أنها هتوفر لك جميع التنقلات تذاكر الطيران من بلدك إلى رومانيا على حسابهم هتاخد كمان راتب شهري يقدر بـ 240 يورو عشان يغطي لك الكاليف المعيشة عندك السكن بالمجان عندك كمان واجبات الطعام هيتم توفير 5 يورو يوميا كبديل للطعام فبالتالي مميزات الفرصة دي ممتازة جدا جدا طيب الفرصة دي أنت هتعمل فيها ايه بالزبط منظمة الشباب الأوروبي دي هي منظمة تطوعية تمام بتساعد الناس أن هم يكتسبوا محارات جديدة هتيجي تقول لي مثلا هم هيستفيدوا ايه هي كده أنها بتساعد الأشخاص على تزويد معرفتهم يعني أنت من خلال التطوع مع المؤسسة دي معرفتك تزيد في حاجات كتير جدا احترام الزات مثلا التنمية الوطنية مجالات عديدة جدا هتكتسب فيها معرفة فبالتالي أن هم بيزرعوا فيك قيم ممتازة جدا بيزرعوا فيك الخدمة المجتمعية أنت زي تبقى مهتم أنك تخدم بلدك مهتم أنك زي تتعاون في العمل سلوكيات كتيرة بيتم زرعها طب الناس دي بتستفاد ايه برضو الناس دي بتستفاد أن أنت لما بتاخد المعرفة دي أنت بتنقل المعرفة دي لأشخاص تانية أنت بتعرفهم يعني أنا مثلا استفدت من الانضمام للمؤسسة دي واشتغلت معاهم أو اتطوعت معاهم المعرفة اللي اكتسبتها من هذا التطوع ممكن أنشورها لأشخاص آخرين أصدقاء لي أو معارف أو ما إلى ذلك فبالتالي كله بيفيد بعضه تمام فده الهدف من التطوع ده أنه هو بيزود عندك المعرفة وزي ما احنا قلنا كمان احترام الزات عندك التعرف على أصدقاء الجدد لما تنضم مع المؤسسة دي هتكون صدقات جديدة جدا وبيزود من مهارتك الاجتماعية كمان بتاخد شهادة بعد الانضمام معهم وده بيساعدك جدا على فرص المنح الأخرى أو على العمل مثلا أنك بتقول أنك اتطوعت مع مؤسسة المدة طويلة ومؤسسة أوروبية فده بيساعد أكتر في الشغل بتاعك ورومانيا طبعا من ضمن دول الاتحاد الأوروبي أو دول الشرغن فبالتالي بوجودك أنت في منطقة الشرغن تقدر تتجول في دول أخرى زي إيطاليا ألمانيا هولندا فرنسا وغيروا العديد من الدول الفرصة دي مدتها حداشر شهر أنت متاح لك أنك تقدم على الفرصة دي وتفضل هناك لمدة حداشر شهر مع المؤسسة في خلال مدت دي انت بتكتسب معرفة كتير جدا وزي ما احنا قلنا متاحة للجميع بس متاحة للمجموعة الدول معينة يعني هي متاحة لجميع الفئات التقديم عليها بس متاحة للمجموعة الدول زي مصر فلسطين الجزائر تونس ومجموعة دول عربية أخرى هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو دي رابط المقلة الرسمي وفي كل التفاصيل عن الفرصة دي والدول المتاح لها التقديم بالنسبة لآخر معاد للتقديم الفرصة دي متاحة حاليا بفيهاش آخر معاد هي بس متاحة لحد اكتمال العدد يعني حتى اكتمال العدد متاح التقديم في الفرصة دي وبيبدأ التطوع من واحد واحد الفين تلاتة وعشرين حتى واحد وتلاتين اتناشر الفين تلاتة وعشرين متاح أنك مثلا ممكن في شخص عايز ينضم لمدة ست شهور أو خمس شهور أو أربع شهور زي ما تحب ممكن بعد قبولك تطفي معهم على المدة اللي انت عايز تفضلها مع المؤسسة تمام نقطة اخيرة حابب انوه عليها الفرصة دي زي ما احنا قلنا متاحة لجميع الفئات بس في شرط كير بسيط ان سنك ما يعديش تلاتين سنة سنك يكون ما بين تمنتاشر حتى تلاتين سنة بحد اقصى دي بس هي الفكرة في الفرصة دي كده وضحنا كل تفاصيل الفرصة في صندوق الوصف تحت الفيديو ده هتلاقوا رابط المقالة بتاعتنا اللي فيها كل الشرح بشكل دقيق وكمان هتلاقوا بداخلها الاعلان الرسمي للمنحة والتقديم بالنسبة لكيفية التقديم في الفرصة دي انا برضو كنت شرحت الفرصة دي موجودة على موقع اسمه وده موقع معروف جدا تمام وعليه فرص عديدة فانا كنت شرحت الموقع ده سابقا فبالتالي عشان ما يبقاش في تكرار في الشرح هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو برضو فيديو اخر كنت باشرح في الفرصة دي تمام او كنت باشرح في فرصة مماثلة على موقع الوربيان ياس بورتال فهتعرفوا ازاي تقدموا للفرصة دي او سواء اي فرصة موجودة على هذا الموقع تمام كده كده بوضحت تفاصيل الفرصة دي ممتازة جدا كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تهدموا من خلالنا على المنحة دي وانساعدكم بشكل كامل فيها وهتلاقوا رابط خدماتنا برضو في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده من التوفير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته